لو عايزة بقى تعملي الوصفة اللي الولاد بيحبوها جدا وبينزلوا ويشتروها بالغالي وهي طبعا زي ما انتم شايفينها هي الاستريبس. هنعمل النهاردة الاستريبس في البيت بطريقة سهلة وبسيطة ومش بتاخد وقت معانا. وبصدر فرخة واحد هنعمل كل الكمية اللي انت شايفاها دي. وطلعة جميلة ومقرمشة ولزيزة. واحلى من اللي بنشتريها من برة بكتير. والصدر شايفينه لونه ابيض ولزيز. وطلعة مستوية وجميلة. يلا نشوف الطريقة مع بعضة بس متنسوش الاشتراك في القناة واللايك والشير. عندي صدر فرخة واحد. آآ ببتدي آآ اخد آآ الجزء اللي هي الموزة اللي في النص دي وبشيلها. وبعد كده بقطع السدر على آآ كل ربع او كل آآ ربع سدر بقطعه على اتنين وبعد كده بعمله شرايح. يعني السدر بتقطع على اربع قطعة وبعد كده كل قطعة بقطعها شرايح. اول حاجة الفصل هنا ده. الموزة بتاعته بشيلها. وبعد كده بقطع زي ما انتم شايفين كده في الفيديو. والشريحة تبقى رفيعة وطويلة. يعني بتبقاش برضو انا مش مصغرها قوي. انا تقريبا اتقطعت على آآ واحد وعشرين قطعة. آآ عملت كمية حلوة. انا عايز اقول لكم ان هي كمان هتزيد في الحجم. بجاهز بقى التدبيل عصير البصل. مكعبات دي عصير البصل اللي احنا عملناها قبل كده. آآ بضيف كمان آآ ملح وفلفل بابريكا وتوم بودر بصل البودر. وكمان بهارات من الفراخ. ضفت كمان عشان تبقى مغزية اكتر بيضة ونص كوباية من اللبن وهضربهم كويس. لو عايزين نستغل عن البيض واللبن ممكن بنحط بداله مية. بعد كده بقى بضيف عندي الدقيق. لغاية ما عندي الخليط يبقى آآ سميك شوية. هنشوف زي الفيديو كده. لما يوصل لسمكه معين كده. يعني زي قريب شوية من بتاع الكيك. انا محددتش الكمية بالضبط عشان انتم ايه طبعا كل دي بيختلف عن التاني. اهم حاجة انكم تعرفوا آآ السمك بتاع الكيكة. وبعد كده ببتدي احط عندي الصدور المتبلة بالبصل والملح الفلفل. ممكن اسيبهم في التلاجة. ممكن من ساعتين تلاتة. ممكن نشتغل على طول يعني مش هتفرق. بعد كده بقى بقى جيب كوباية من الدقيق. نص كوباية من الفيجيتار. ونص كوباية من اللي هو الكريسب اللي هو اللونه اصفر ده. ممكن برضو نطحنه شوية او ننعمه شوية. آآ بعد كده بضيف عندي برضو نفس البهارات اللي ضفتها قبل كده. وملح وفلفل بابريكا. طن بودر بصل بودر. آآ بهارات فراخ برضو على نفس الخليط. بس اخلي بالي من الملح ما قطرش الملح لان انا حطين برضو آآ ملح قبل كده في البصل عصير البصل والتدبيلة الاولانية. بعد كده بقى بتبله كده بقلبه حلو كده في الدقيق. آآ بحاول انفط كده خفيف. يعني اللي بحيس ان الدقيق الزيادة ينزل من عليها. زي ما انتم شايفين كده في الفيديو. اكيد الفيديو شارح. بعد كده بشتغل فيها على طول في الزيت يكون سخن وبنزل بيها. مش باركنها. يعني مش بتبله واركنه في التلاجة. لا آآ اول ما بتدي اتبله بالدقيق. بنزل بيه في الزيت السخن كده على طول. مش بتاخد تلات دقايق وبيكونوا استوه. طلع جميلة ومقرمشة ولزيزة. واللون الدهبي الجميل اللي انتم شايفينه ده. وطبعا الطبقة اللي بتاعة الاستريبس مختلفة عن الطبقة التانية اللي بالدقيق. آآ مغزية فيها بيد وفيها لبن. ما حبيتش المرة دي تبقى ضيق بس. حبيت ان هي تكون آآ فيها آآ بيد واللبن تبقى مغزية للولاد. طلع جميلة جدا. انا عدتهم حوالي آآ واحد وعشرين قطعة. يعني تكفي اسرة ممكن مكونة من اربع افراد او ستة افراد كمان. طلع جميلة ولزيزة. ممكن بقى نقدمها مع المكارونا. وآآ الاكلات اللي انتم بتحبوها. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك والشير. باي باي. اللي انتم بتحبه يا رب بيات مشو